السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علوم للصفة الأول المتوسط الجزء الثاني رح ناخذ صفحة عشرين لدرسي الأول من الفصل الثاني حناخذ خلصنا الفصل الأول وإن شاء الله اليوم رح ناخذ الفصل الثاني لدرسي الأول عشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين يلا حياتي نشأة علم التصنيف لجأ الإنسان منذ القدم إلى دراسة الكائنات الحية من حوله للاستفادة منها ولما ازداد عدد هذه الكائنات أصبح من الصعب دراسة كل كائن على حدة لذا وزع الإنسان هذه الكائنات في مجامع اعتمادا على صفاتها المتشابهة ليسهل دراستها وهنا برز علم التصنيف بصورته الأولى فمثلا صنف الإنسان النباتات إلى نباتات مفيدة من الناحية الغذائية والطبية ونباتات أخرى ضارة كان العالم اليوناني أرستو هو أول من صنف الكائنات الحية تصنيفا بسيطا خافي يقول لك من هو العالم الذي صنف الكائنات الحية شاقل له العالم اليوناني أرستو تعريفه وهو عالم يوناني أول من صنف الكائنات الحية تصنيفا بسيطا فصنف النباتات حسب حجمها وشكلها الخارجي إلى أشجار وشجيرات وأحشاب كما صنف الحيوانات حسب معيشته إلى حيوانات تعيش على اليابسة وحيوانات تعيش في الماء وحيوانات تطير في الهواء وفي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وضع العالم السويدي كارلوس لينيوس النظام العالمي للتصنيف إذ جمع العالم لينيوس مجموعة كبيرة من النباتات وزرعها في حديقة منزلة وصنفها في مجموعات حسب خصائص معينة يعني هنا نقول لك بس من هو العالم وبيها زمن يا قرن وضع العالم كارلوس لينيوس النظام العالمي للتصنيف وهذا شسم العالم كارلوس لينيوس بيا قرن الثامن عشر الميلادي يعني جمع العالم لينيوس مجموعة كبيرة من النباتات زرعها في حديقة وصنفها إلى مجموعات حسب خصائصها معينة هنا علم التصنيف يبدأ هنا التعريف وهو فرع من فروع علم الأحياء يختص بدراسة الكائنات الحية وتسميتها وتوزيعها في مجموعات وفق نظام معين هاي علم التصنيف تعريفة زين نجي على صفحة واحد وعشرين ما هي تصنيف الكائنات الحية تصنيف الكائنات الحية نقول لك تصنف الكائنات الحية حسب إلى خمسة ممالك رئيسية شنية أولا مملكة الحيوان مملكة النبات مملكة الفطريات مملكة الطلاعيات مملكة البدائيات مملكة الحيوان تضم جميع الحيوانات بمختلف بيئتها اليابسة والماء تضم إلى مجموعتين الفقرية واللافقرية أما النبات تصنف جميع أنواع النباتات بمختلف بيئتها مملكة الفطريات تضم جميع أنواع الفطريات والخمائر مملكة الطلاعيات تضم مجموعة الأحياء بسيطة التركيب مملكة البدائيات تضم البكترية بمختلف أنواعها هذه طبعا الممالك مهمة هي وشنو الضم؟ أهمية علم التصنيف هي تعريف علم التصنيف هذا أهمية علم التصنيف مماتي تعريف علم التصنيف صفحة 20 هذه شنو أهمية علم التصنيف؟ خافي يقول لك عرف علم التصنيف وما هي أهميته أقول له يسهل عملية دراسة الكائنات الحية هاي النقطة الأولى اثنين يرتبط علم التصنيف الكائنات الحية بالعلوم الأخرى مثل علم البيئة وعلم الزراعة والطب والصيدلة نجي على صفحة 22 المراتب التصنيفية هنا رح ناخذ فقط تعداد المراتب التصنيفية تبدي من مين أولا النوع لازم بالسرة عايني وبعديين يعني هاي ماكو داعي بس قول النوع والجنس والعائلة والرتبة والصنف والشعبة والمملكة بس سلب الأحمر وبالترتيب ما هي المبادئ الأساسية في نظام التصنيف أولا استعمال اللغة اللاتينية في تسمية الكائنات الحية اثنين تسمية الكائنات الحية بالتسمية الثنائية أي أن الاسم العلمي الذي يطلق على الكائن الحي يتكون من كلمتين الأولى اسم الجنس وتبدأ بحرف كبير والثانية اسم النوع وتبدأ بحرف صغير مثل الاسم العالمي العلمي للإنسان اسمه هومي هومو سبينس استعمال المرتبات المراتب التصنيفية بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر أو بالعكس هنا ونختم المحاضرة وإن شاء الله على المحاضرة اللغة نحل مراجعة الدرس الأول صفحة 23 وبالتوفيق يا ربي